استشهد شاب وأصيب ثلاثة أخرون بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلية في بلدة الدورة جنوب الخليل هذا وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بتعزيزات عسكرية ما أدى إلى اندلاع مواجهات أطلقت خلالها الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز السام صوب المواطني اشتركوا في القناة